حضرتك أشرت إلى حجم العوائد والعوائد على مستوى الأرقام وعلى مستوى المدى الزمني المنتظر لكي تدر هذه العوائد مشجع ومبشر للغاية وبالتالي قد يكون السؤال إذا سرنا جنبا إلى جنب مع اتفاق قد يكون وشيك مع صندوق النقد لا أعلم إذا كان كذلك أم لا كيف يمكن أن يؤثر على السوق الموازية على استقرار سعر صرف الدولار أمام الجني المصري وبالتالي لنعكسات المباشرة على هذا على الواقع الاقتصادي يعني أعتقد طبعا أنا موجود معي سيدة المحافظ محافظ البنك المركزي وكان مع سيد وزير المالية وكان لنا لقاءات الحقيقة يعني على هامش قمة دبي للحكومات التقينا مع مديرة التنفيذية لسندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكل شركاء التنمية وإحنا الحمد لله نقدر نقول أن إحنا أنجزنا يعني برضو أنا ما بحبش أن إحنا نعلن عن شيء غير لما بيتم لكن إحنا خلاص على يعني خطوات قليلة جدا 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 من إتمام الاتفاق مع السندوق ومع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي وبالتالي من شأن كل ده بالإضافة إلى هذه الصفقة أن يوفر القدر الكافي من العملة للدولة المصرية علشان إن شاء الله إن شاء الله زي ما قلنا قبل كده في تصريحات نتجاوز هذه الأزمة إن شاء الله وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الغير مسبوقة اللي بتواجهنا شكرا